بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في البداية أحرص على أن أوجه تحية تشجيعية لأبناء المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة الدراسية بعد مرور سنوات من الجهد والعمل والمثابرة يقترب موعد امتحان شهادة البكالوريا الذي سيتوج إن شاء الله تحصيلك الدراسي وأنتم تحضرون لهذا الامتحان تحضركم الكثير من الأسئلة والإنشغالات حول طبيعة المادة حول كيفية اختيار الموضوع حول منهجية التعامل مع أسئلة مادة علوم طبيعة والحياة وكذلك مواصفات الإجابة الجيدة لذلك ارتعينا في هذا اللقاء أن نمدكم بمجموعة من التوجيهات معتمدين في ذلك على تذكيركم ببعض المبادئ والأسس التي يجب أو يطلب منكم العمل بها أثناء تحضركم للامتحان وكذلك أثناء بنائكم للإجابة التي توصلكم إلى النجاح يوم الامتحان يرافقني في هذا اللقاء السيدة المحترمة عمري جميلة والأستاذ المحترم إبراهيم محمد الذي نعطيه الكلمة الآن شكرا سيدي طبعا اليوم في هذا السؤال الذي سأطرحه عليك سأمثل الطلبة وأول انشغال نجده عند الطلبة وهو كيف يعمل الاختيار بين موضوعين المطرحين في البكالوريا فكثير من الطلبة يجدون طبعا صعوبة جدا في صعوبة كبيرة في اختيار الموضوع فماذا تقترحون فعلا الكثير من الطلبة يسيئون الاختيار في بداية الموضوع بحيث يطرح عليهم موضوعان ولكن يقبل بعض المترشحين بخلفيات بأنه سيقصي موضوعا في وحدة ما أو أنه يتسرع في الاختيار لذلك نوصي أبنائنا بالتقيود بالتوصيات التالية في البداية القراءة المتأنية للموضوعين قراءة متأنية للموضوعين بشكل هادئ ومتأنية القراءة تكون مرتين على الأقل في مدة 30 دقيقة والوقت كاف جدا ثانيا نطلع على محتوى كل تمرين حتى نحدد الجزء من البرنامج المعني أو المستهدف بالتمرين ثالثا نفحص محتويات الوثائق والأسئلة ونسطر تحت الفعل الإشاري الفعل الإشاري هو الفعل المستعمل في التعليم مثلا حلل فسر إشراح قارن إلى آخره إذن نسطر تحت هذا الفعل حتى نحدد ما هو النشاط الواجب القيام به في بناء الإجابة بعد ذلك نضع علامة أو إشارة على السؤال أو الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها عندما نتأكد من تحكمنا في الفعل الإشاري وبعد ذلك نقدر فرص النجاح في التمرين فرص النجاح في الموضوع وفي نهاية الأمر نقوم بحوصلة حول فرص النجاح ما هو الموضوع الذي يوفر لنا فرصا أكثر للنجاح ونختار بكل موضوعية ذلك الموضوع مسير حميدو كيف نتعامل مع أسئلات علوم الطبيعة والحياة خاصة منهجية الإجابة على مختلف تعليمات الوالدة في التمرين فعلا يجد الكثير من المترشحين مشاكل في منهجية الإجابة عن السؤال لذلك اخترنا لكم في هذا اللقاء مجموعة من الأسئلة الصعبة التي سنريكم كيف نتعامل معها الخطوات التي يجب أن نتابعها واخترنا لكم أمثلة مثل أسئلة تتطلم استغلال وثائق أسئلة تتطلم تحليل أسئلة تتطلم مقارنة أسئلة تتطلم اقتراح فراضيات أسئلة تتطلب التقويم إلى آخره فبداية إذن سنبدأ بمنهجية الإجابة عن أسئلة تطلب استغلال وثائق في البداية نحدد ما هو مطلوب ثم نفحص محتوية الوثائق المقترحة نجد علاقة بين المعطيات البحث عن الحجج والأدلة التي تخدم السؤال المطروح الاستدلال بالحقائق التجريبية وما يمكن استخراجه من معلومات مع ذكر عنوين وأرقام الوثائق الحاملة للأدلة والحجج المستخرجة وفي النهاية نصمم إجابة تجيب عن السؤال المطروح وإليكم مثال مع السيدة إذن المثال الذي عندي ورد في باكالوريا 2014 الموضوع الأول تمرين الثاني الجزء الثاني التمرين كان حول عملية التنفس إذن أعطونا وثيقة هذه الوثيقة تتضمن تركيب تجريبي فيه ميتوكوندري في وسط يحتوي على نواق المرجعة تي عاش عاش بلوس وأكسيجين تتضمن كذلك الوثيقة منحنة يمثل تغيرات البي عاش في الوسط الخارجي بدلالة الزمن السؤال اللي كان ورد في هذا الموضوع بين بأن النتائج الممثلة بالأجزاء ألف باجين تعكس الدور الغشاء الداخلي للميتوكوندري إذن كيف أجيب على هذا السؤال؟ التفحص الوثيقة أرى أن المنحنة ينقسم إلى أجزاء الجزء ألف با والجزء باجين إذن ماذا يبين الجزء ألف با؟ يبين انخفاض في بي عاش الوسط أي ارتفاع في تركيز بروتونات الوسط الخارجي ومنه في الغشاء الداخلي يضخ البروتونات من المدى الأساسية نحو الفراغ كذلك أنتقل الجزء باجين إذن ماذا يبين؟ يبين ارتفاع تدريجي في بي عاش الوسط أي ينخفض تركيز بروتونات في الوسط ومنه في الغشاء الداخلي يسمح بانتقال بروتونات من الفراغ نحو المدى الأساسية وهنا أجد العلاقة بين هذا الجزءين إذن فأقول أن الغشاء الداخلي في وجود الأكسيجين يضخ البروتونات من المدى الأساسية إلى الفراغ وهذا لإحداث تدرج في تركيز بروتونات ويحدث بعد ذلك انتقال البروتونات من الفراغ إلى المدى الأساسية حسب تدرج تركيز وبهذا أكون قد بيّنت دور الغشاء الداخلي انطلاقا من استغلال الوثيقة المعطات شكرا ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة وهي الأسئلة التي تتطلب التحليل هذا النوع من الأسئلة يأخذ نقاطا كبيرة في سلم التنقيت لذلك علينا أن نحدد بالضبط ما هي المراحل التي نتبعها من أجل الحل لذلك أولا يجب أن نعرف بالظاهرة أو بالوثيقة ثم نفكك المعطيات العلمية للظاهرة المدروسة إلى مختلف أجزائها لاستخراج العناصر بعد ذلك نبحث عن العلاقات أو التفاعلات القائمة بين هذه العناصر وفي النهاية نقدم المبدأ المنظم الذي ينظم العلاقة بين هذه العناصر في هذه الظاهرة المدروسة مثال يتفضل به الأستاذ إبراهيمي شكرا عزيزي الطالب يعني المثال الذي اخترناه لك لتحكم في الفعل إشاري حلل دائما من آخر بكالوريا وهو بكالوريا 2014 في التمرين الثاني الموضوع الثاني يستحسن أن يكون بين يديك وهو في موضوع العصبي أي دور البروتينات في النقل العصبي تبين الوثيقة التي تبدو أمامك يعني مقطعا في النخاع الشوكي ثم يكبر جزء منه يوضح بعض المشابك لاحظها طبعا ننجز تنبيه تنبيها فعالا في مستوى الليف الحسي ثم هناك أجهزة الأوسيلوسكوب تسجل بعض التغيرات الملاحظة على العصبونات الواردة إلى العضلتين المتعاكستين التسجيلات تبدو على الوثيقة في الشكلين بوجين والمطلوب حلل التسجيلات الممثلة على الوثيقة طبعا كما ذكر السيد حميدو علينا أن نتتبع مراحل أول شيء يلاحظ الطالب الوثيقة جيدا وهنا لقد قيل لك حلل التسجيلات إذن أولا عليك أن تقدم الوثيقة ما معنى تقدم الوثيقة؟ هو إعطاء عنوان ماذا تمثل بعدها تنتقل إلى النقطة الثانية وهو محاولة استخراج العناصر بعد العناصر تنتقل إلى النقطة الثالثة وهو إيجاد العلاقة إذن نحاول أن نطبق المنهجية التي ذكرها الأستاذ حميدو لاحظ معي إذن أولا تقديم الوثيقة فنقول يمثل التسجيلات تغييرات الكومون الغشائي في الغشاء بعد مشبكي للمشبكين ميم واحد وميم ثلاثة نتيجة تنبيه فعال للعصبون الحسي للعضلة واحد بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية التي ذكرها الأستاذ فنقول عند تنبيه فعال للليف الحسي قبل المشبكي المتصل بالعضلة واحد نسجل في الغشاء بعد مشبكي للمشبك ميم واحد زوال الاستقطاب كما يبدو أمامك أو كومون بعد مشبكي منبه PPS-E لفترة قصيرة ثم يسترجع الغشاء استقطابه بينما نسجل في الغشاء بعد مشبكي للمشبك ميم ثلاثة إفراطا في الاستقطاب أي كومون بعد مشبكي مطبط PPS-E لفترة قصيرة ثم يسترجع الغشاء استقطابه هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة وهي العلاقة فنقول يسبب التنبيه الفعال للليف قبل مشبكي مرور رسالتين مختلفتين في مستوى المشبكين ميم واحد وميم ثلاثة ونصل إلى الاستنتاج التالي المشبك ميم واحد منبه للعصبون المحرك عن واحد بينما المشبك ميم ثلاثة فهو مطبط للعصبون عن ثلاثة إذن هكذا يتم الإجابة على سؤال حلل تماما ونبه أبناء الطلبة على أن كل خطوة لها نقاط محددة في هذا السؤال فلا تنسى أي خطوة هذا السؤال والسؤال الذي سبقه كذلك يأخذ نقاط معتبرة إذن عليك أن تحترم الخطوات ومقابل كل خطوة ستأخذ نقاط محددة فلكي تحصل على علامة كاملة يجب أن تغطي كل الخطوات في النهاية أتمنى أن نكون قد أفدناكم بهذا اللقاء التوجيهي العمل المثمر أبنائي هو الذي يزيل عنكم القلق والحياء فترتسم على محياكم علامات الثقة والعزم والمضي قدما والوعي بأهمية هذا الامتحان الذي سوف يفتح لكم أفاقا واسعة من أجل مواصلة الدراسة الجامعية وتحقيق طموحاتكم شكرا لكم عن حسن المتابعة والإصغاء شكرا للفريق التقني الذي رافقنا في هذا اللقاء وفي هذه الدروس المتلفزة شكرا لزملائي ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله شكرا لكم إلى اللقاء والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم